السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hi everybody, how are you doing? اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سنكتشف مجموعة من الأسرار التي تتعلق بنطق الحرف G في اللغة الإنجليزية كثير من المتعلمين يجدون صعوبة كبيرة في نطق هذا الحرف في اللغة الإنجليزية إذن كما عودناكم بطريقة سهلة ومبسطة سنشرح جميع القواعد التي تتعلق بنطق هذا الحرف أحياناً الحرف G في اللغة الإنجليزية يمكن أن ينطق ج إذا تلته الحروف التالية وهذه حروف متحركة مثلاً هنا الحرف G تلته I وبالتالي ينطق ج ولا نقول جرف لا نقول جرف نقول جرف جرف is a tall animal جرف is a tall animal جرف جرف لا نقول جرف جرف is a tall animal هنا لدينا كلمة genius لدينا G يتبعه E وبالتالي ينتقه J لا نقول genius لدينا هنا gem الحرف G يتبعه Y وبالتالي ينتقه J لا نقول gem لا نقول gem نقول gem I go to the gem twice a week 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 Exceptions استثناءات كما تعلمون في كل قاعدة لها استثناء أو استثناءات وهنا كذلك لدينا حالات استثنائية بالنسبة للقواعد التي ذكرنا الآن مثلا girl لدينا G يتبعه I ولكن ينتق G لا نقول germ نقول girl girl gift هدية gift لدينا G يتبعه I ومع ذلك لا يخضع للقاعدة نقول gift give give كذلك لدينا I ومع ذلك ينتق G give 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 كذلك بالنسبة لget يتبعه I ومع ذلك ينتق G وهذه الحالات استثنائية ناذرة جدا وعدد الكلمات هو قليل جدا يمكنك أن تضع لائحة وأن تضع هذه الكلمات الاستثنائية وكما قلنا عددها قليل ومن خلال دروس الاستماع التي نقدم على هذه القناة يمكن أن تسجل الكلمات التي لا تخضع للقاعدة أحياناً الحرف G يمكن أن ينتق مثل G إذا تلتفوا الحروف الثالية مثلاً A O U R L في هذه الحالة G ينتق G مثل game هنا لدينا الحرف G يليه الحرف A وبالتالي ينتق G game I like playing video games I like playing video games لا نقول James لا نقول James نقول games I like playing video games مثلاً go الحرف G يتبعه O وبالتالي ينتق G I go to school every day 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 هنا لا يمكن أن نقول Joe لا يمكن أن نقول Joe نقول go لماذا؟ لأنه لدينا O gun هنا لدينا كلمة تبتدئ ب G ويتبعها الحرف U وبالتالي ينتق G gun gun مسدس put the gun down put the gun down put the gun down put the gun down هنا كذلك لدينا glad glad هنا لدينا كلمة glad لدينا G يتبعها L وبالتالي ينتق G glad I'm glad I'm glad to see you I'm glad to see you نحن نقول جلد نقول glad لماذا؟ لأنه G يتبعها الحرف L green 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 هنا لدينا كلمة green الحرف G يتبعها R وبالتالي ينتق G green is my favorite color green is my favorite color green is my favorite color green أحيانا G يمكن أن يكون صامتا إذا جاء قبله الحرف N وهنا يجب أن ننتبه لهذا الخطأ الشائع جدا مثلا كلمة صان 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 هنا لا ننتق الحرف G ولكن لدينا دقت على الحرف N I like this song I like this song لا نقول song I like this song صان I like this song rain 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 لا نقول ring she's wearing a rain she's wearing a rain she's wearing rain إذن عندما يأتي الحرف N قبل الحرف G فإن الجي تكون صامتا لا ننطقها أبدا سين 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 لا نقول sing جيمس كان سين جيمس كان سين جيمس كان سين سين هناك stress ضغط على الحرف N بالنسبة للتركيب GH فله حالات نطق مختلفة إذا جاء في أول الكلمة انتبه معي إذا جاء في أول الكلمة فإنه ينطق G مثل ghost ghost هنا في أول الكلمة ghost ينطق G في وسط الكلمة يكون صامتا مثل sight sight مثل right 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 night 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 وإذا جاء هذا التركيب في آخر الكلمة فإنه يكون صامتا كذلك high 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 although 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 بالنسبة للكلمات الأربعة التي أمامنا فإنه تركيب GH في آخر هذه الكلمات ينطق مثل F مثلا نقول cough سعال cough 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 enough 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 نقول tough 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 نقول rough 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 إذن هذه كلمات كذلك محدودة جدا يمكن أن أخذ لائحة وأن أدون هذه الكلمات وهي كما قلنا قليلة جدا عددها قليل الممارسة إذن لدينا عشرة كلمات سنحاول أن ننطق هذه الكلمات لدينا عشرة لابد أن تحصل على عشرة على عشرة ستنطق أنت أولا وبعد ذلك تستمع للنطق الصحيح أوكي هيا لنبدأ جينرال 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 flight flight Ghana Ghana Rough Rough Goose Goose Dangerous Dangerous Sigh Sigh أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا كثيرا من خلال هذا الدرس وأضرب لكم موعدا آخر في درس قادم إن شاء الله وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته